الحكاية الأولى فطور الصباح جلس سميح في صباح أحد الأيام مع والديه على مائدة الطعام وكعادته نظر إلى الطعام وقال لهما لا رغبة لي في الطعام وفجأة وقفت قطعة الخبز وسط المائدة وقالت أنا الغداء الأساس أنا طعام كل الناس يأكلني الصغير والكبير ويحبني الغني والفقير أطل الحليب من الإبريق وقال أنا الطعام المفيد ينمو العظم مني ويزيد اشربوني يا أصدقاء تكبروا وتصبحوا أقويا مدت قطعة الجبن رأسها وقالت إن أردتم صحة الأبدان عليكم بمشتقات الألبان قفزت البيضة وقالت أنا جميلة المائدة أنا الصحة والفائدة هذا يأكلني مسلقة وليلة تفضلني مقلية مغفوقة ضحك العسل وزيت الزيتون وقال نحن الغداء الكافي نحن الدواء الشافي نحن اللدان تحلو بنا الخدود وتصير جميلة كالغروض ابتسمت الخضار في السلة وقالت أيتها الطفلات الصغيرة أيها الأطفال الصغر كل الطماطم والخيار وكل أنواع الخضار تنشط طول النهار وقالت الفواكه أنا طرية بالفوائد غنية أمنع الأمراض أعجب البنات والأولاد نظر سميح إلى المائدة بشهية مفتوحة وقال ما أنفع الطعام ينمي الأجسام ويقوي العظام الحكاية الأولى فطور الصباح جلس سميح في صباح أحد الأيام مع والديه على مائدة الطعام وكعادته نظر إلى الطعام وقال لهما لا رغبة لي في الطعام وفجأة وقفت قطعة الخبز وسط المائدة وقالت أنا الغداء الأساس أنا طعام كل الناس يأكلني الصغير والكبير ويحبني الغني والفقير أطل الحليب من الإبريق وقال أنا الطعام المفيد ينمو العظم مني ويزيد اشربوني يا أصدقاء تكبروا وتصبحوا أقويا مدت قطعة الجبن رأسها وقالت إن أردتم صحة الأبدان عليكم بمشتقات الألبان قفزت البيضة وقالت أنا جميلة المائدة أنا الصحة والفائدة هذا يأكلني مسلوقة وليلا تفضلني مقلية مخفوقة ضحك العسل وزيت الزيتون وقال نحن الغداء الكافي نحن الدواء الشافي نحن اللدان تحلو بنا الخدود وتصير جميلة كالغروض ابتسمت الخضار في السلة وقالت أيتها الطفلات الصغيرة أيها الأطفال الصغر كل الطماطم والخيار وكل أنواع الخضار تنشط طول النهار وقالت الفواكه أنا طرية بالفوائد غنية أمنع الأمراض أعجب البنات والأولاد نظر سميح إلى المائدة بشهية مفتوحة وقال ما أنفع الطعام ينمي الأجسام ويقوي العظام ترجمة نانسي قنقر